الشيخ عقيل عبد الحر هو من مواليد كربلاء عام 1978 التحصيل العلمي طالب في مدرسة دار العلم العتبة العباسية المقدسة العمل الحالي باحث في مركز الدراسات والمراجعة العلمية قسم السؤون الفكرية والثقافية العتبة العباسية له عدد من الكتب منها الدرر الفاخرة في سيرة المصطفى سؤال وجواب وكتاب إرشاد الناس إلى سيرة العباس عليه السلام وسيرة السيدة الحوراء زينب بنت علي عليها السلام له عدد من الأنشطة الثقافية أدعوه إلى تقديم الملخص شكراً شكراً اللهم صلي على محمد وآل محمد جميل عندما يقال ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب كون نحن في اليوم في جلسة بحثية خاصة تتعلق بالإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام مشاع عندنا في مجتمعنا أن الذي يذهب لأول مرة إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام قيل لي أكثر من شخص قالوا لي جميعاً إذا رأيت قبته من بعيد فلك ثلاث طلبات فأنا حقيقة لم أعلم أين الجهة التي يقع فيها المرقد المقدس لأني ذاهب أول مرة وصدفة بعد أن أنزلت حقائبي وأهلي معي التفت يميناً وإذا بقبة عالية فسبحان الله ذكرت فاطلبت ثلاث طلبات الثلاث طلبات أولى وثانية وثالثة الأولى وثانية ليست بالفترة الطويلة التي قضيت لي اثنينهم أما الثالثة كانت تتعلق بأن يكون عملي في مكان لو قضيت لي ما قضيت لي وكنت دائماً ما أقول سيدي أنا خادمكم منذ الصغر منذ نعومة الأطفال لماذا لم تقضي لي الثالثة ما قضاها لي سيدي الرضا ولو قضيت لي لن فصم ظهري وما مرت الليالي والأيام إلا وأنا قبال سماحتكم أطلب النيل الشرفية في أن يكون عملي هنا وأنا الآن شرفت بأن أكون أحد خدمة المولى أبل فضل العباس عليه السلام وكلما أذكر ذلك الموقف الذي لم يقض لي أتذكر عظيم الوقفة الرضوية إلى جانبي فكان هذا أحد الأسباب التي دعاني إلى أن أنظم بحثي هذا أسأل الله تعالى أن يكون وجواد شفيعاني لنا ولكم يومنا القلاف تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة الساد الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمسميات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من رحاب المولى قمر العشيرة العباس بن علي أهديكم أطيب التحايا وخالص الأمنيات وأزكى الدعوات بموفور الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا يشرفني أولا أن أكون ممثلا عن أكاديمية التطوير الإداري التابعة للعتبة العباسية المقدسة التي انضممت إليها مؤكرا لنيلي شرفية الدراسة فيها في موسمها الدراسي هذا العام الأول أسأل الله تعالى لي ولزملائي الحاضرين ولكادرها التدريسي المحترم والمتميز المزيد من التوفيق والنجاح كذلك من هذه البقعة المباركة أتلو على حضراتكم ملخص بحث الموسوم بسيرة أهل البيت عليهم السلام وأثرها في إصلاح العقائد والأفكار الإمام علي بن موسى الرضا أنموذجا تناولت في هذا البحث سيرة أهل البيت بينت أثر هذه السيرة في إصلاح عقائد الناس ركزت في سيرة مولانا الإمام الرضا عليه السلام جاء البحث في مقدمة ثم مباحث أربع ثم خاتمة وتلئ الخاتمة خلاصة البحث وأهمية البحث وهي كالآتي المبحث الأول مفهوم السيرة والسنة المبحث الثاني القرآن الكريم ودوره في نقل سيرة وقصص الماضين المبحث الثالث أهمية سيرة النبي المصطفى وآله الأطهار المبحث الرابع التصحيح الفكري والعقدي في ولادة الإمام الرضا عليه السلام نعم تحدثت في المبحث الأول عن تعريف مصطلحات البحث السيرة والسنة في اللغة والإصطلاح نعم ثم تناولت مفهوم سيرة المسلمون وسيرة العقلاء وأثرهما وعلاقتهما بموضوع البحث وخلصت إلى أن مفهوم السيرة في غاية الأهمية وهو من الأركان الأساسية في فهم علاقة المسلمين بتراثهم الغني بالمعارف والأحداث ثم تناولت في المبحث الثاني القرآن الكريم ودوره في نقل سيرة وقصص الماضين موضحا أن هذا الأسلوب الذي سلكه القرآن المجيد في إصال المعارف والعبر نعم المتوخات من تلك القصص القرآنية وصلتها بالبحث باعتبارها سيرة إنسانية تحمل في طياتها أو بين طياتها تجارب بشرية وأحداث شبيهة بأحداثنا ومواقفنا تعرضت أيضا لتلك الأهداف الراشدة النبيلة التي استقصاها القرآن الكريم من أخبار الماضين من عباده وأممهم تناولت في المبحث الثالث سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطحار أن السيرة المباركة التي سطرها لنا التأريخ عن لسان النبي وأهل بيته كانت ولا تزال غير خافية على الجميع وقد دأب العلماء الأفاضل أن يسطروا لنا الصحيح منها وهذه جنب من جنابات البحث إبراز الدور للفقهاء في إيصال السنة الصحيحة ويستخرج السقيم الذي دس من قبل المغرضين وأعداء الإسلام فيها وذلك لما لها من أثر عظيم في تقويم السلامة الفكرية والعقائدية والسلوكية لدى المجتمع عامة لشمولها على الأحاديث التي تحاكي هكذا أبواب اجتماعية وعقائدية وغيرها إذ أنهم عليهم السلام أرادوا بأحاديثهم أن تكون رسائلا تأخذ بأياد المسلمين من الهلاك والضياع إلى بر النجاة كقول إمامنا علي عليه السلام لكوميل بن زياد يا كوميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة أو نجاة وهمج رعاء أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق والحديث هذا أحد أمثلة مشروعهم عليهم السلام إذ أن هذا المشروع كان وما يزال مرشدا وداعيا إلى المجتمع الإسلامي ككل للسير وفق النهج الإسلامي الصحيح فلو أمعنا النظر جيدا في الحديث الذي سبق لرأينا أن الإمام أمير المؤمنين قسم الناس لثلاثة طبقات وجعل في أولاها العالم الرباني الذي يلعب دورا كبيرا في إنقاذ الناس من أن يكونوا من الهمج الرعاع أو المضلين ثم ختمت البحث بالمبحث الرابع وهو الأنموذج وزبدة المقال وكان يتمحور حول جهود الإمام الرضا عليه السلام وتطرقت في بادي الأمر إلى عرض شيء من سيرته المباركة وما تلاها من آثار مهمة موجز في مفهوم المناظرة وأهميتها ثم دور الإمام الرضا عليه السلام في تصحيح المفاسد العقدية الخاطئة من خلالها نعم كانت في البحث إدراج لإحدى مناظراته بحضور المأمون وكان المتناقش معه علي بن الجهم حيث أثبت له الإمام عليه السلام بالتفسير المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني الذي ورثه منهم في أن الآيات لا تفسر هكذا بعدما كان يعتقد المقابل في أن الأنبياء يذنبون ويخطأون حتى كان مآل المناظرة إلى أنه وعد الإمام الرضا عليه السلام أن لا يعتقد بهكذا أمور ولا يتطرق أو يقترب من تفسير القرآن على قول الإمام الرضا عليه السلام بأهوائه حينما قال له لا تفسر كلام الله على أهوائك ثم في البداية تطرقت إلى تعريف المناظرة في هذا البحث الرابع أو المبحث الرابع على أنها تجري أمام جمع من الناس تنعقد بين شخصين أو فريقين وأهميتها هي صقل المواهب والتوغل شيئا فشيئا في علم الكلام والخطاب كما أنها تعزز الثقة بالنفس وتقوّ الشخصية وتطور أساليب الحوار العلمي والمقنع كما يعتبر فن المناظرة أصل متجذر في تاريخنا العربي والإسلامي فكان بعض حكام بني بويه يقيمون مجالس للمناظرة والاحتجاج بين علماء الأديان والمذاهب للبحث في المسائل الأساسية التي أودت بالمسلمين إلى الخلاف والفرقة فيكون التأييد فيها على من يظهر بالدليل العقلي والنقلي على غيره ومن يكون الحق إلى جانبه ولعلمائنا الإمامية الكثير من المناظرات التي جرت على هذا النحو إذ كانت للشيخ الصدوق رحمه الله مناظرات متعددة بمجلس ركن الدولة آنذاك عرف فيها بقوة استدلاله العقلي والنقلي قال صاحب مجالس المؤمنين لما انتهت هذه المناظرة أثنى الملك ركن الدولة على الشيخ الصدوق وأكرمه وأقر هو ومن كان حاضرا في المجلس بصواب ما قاله الشيخ وقال الحق ما تقوله هذه الفرقة وغيرهم أهل الباطل والتمس من الشيخ الإكثار من حضور مجالسه كما أبدى الله تعالى لهذا الفن صورة رائعة في كتابه الكريم بقوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأظهر براعة الرد المفحم لنبيه إبراهيم وقوة استدلاله وبراعة دليله التي عجز الخصم عن ردها جميعا وهو الذي سار عليه نبينا الكريم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام كانت لأأمتنا عليهم السلام في هذا الفن مناظرات كثيرة الهدف منها الهدف منها إظهار الحق والقضاء على الباطل ودحر أهله حتى وصل الأمر إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الذي تميز زمنه بزيادة التشكيك في أمور العقائد والأصول من قبل بعض الملحدين وأحبار اليهود ومجسمة الحديث آنذاك وقد أتيحت الفرصة له عليه السلام للجلوس إلى مناظرة هؤلاء المخالفين على اختلاف مذاهبهم فأظهر كلمته العليا بالأدلة والبراهين الصاطعة والحجج الدامغة حتى شاع وذاع صيته في الآفاق وذلك من خلال أحاديثه ومناظراته التي أراد من خلالها أن تصحح العقائد الفاسدة المتعلقة بالإسلام الحنيف هذا موجز سريع نعم للحفاظ على وقت الحضور الأكارم مع الود والشكر لكل المساهمين في هذا المنجز الرائع أعني به مهرجان أسبوع الإمامة الدولي الأول أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد والمحمد شكرا للشيخ الفاضل عقيل عبد الحر على التزامه بالوقت وتقديم الموجز في الوقت المحدد الله وبرر شكرا شكرا